مرحبا سهلا بكم مشاهدينا من جديد وأكيد رجعنا لكم بعد الفاصل ونستكمل معكم فقرات برنامج همسات وأكيد تعودتوا مثل ما دايما في برنامج همسات الفقرة الأخيرة دوم تكون مع المدربة حنان السماك طبعا أنا ما راح اليوم أقدم عن حنان حنان أنت راح تقدمين الفقرة مرحبا سهلا بيت مرحبا سهلا بيت ماريا طبعا اليوم حنان راح تكلمين عن شو بالضبط اليوم إن شاء الله راح يكون عن التخطيط أهمية تخطيط في حياتنا شنو إيه العوامل اللي تندرج تحت الخطة الاستراتيجية كيف ممكن نحدد رؤيتنا وهذه الأمور إن شاء الله جميل بالفعل حنان نحن محتاجين تخطيط كيف الواحد يخطط لحياته احنا بالفعل تكلمنا بالإيجابية كيف الواحد تكون عنده ثقة في نفسه كيف نحن نخطط لحياتنا موضوع جدا مهم لنا بالفعل احنا ممكن نضيع عنا بعض النقاط في ضمن لما الواحد يحط له أهداف في حياته يحط له خطط معينة ممكن ينسى بعض الشغلات اللي لا بد أن ينتبه لها فاليوم أكيد راح تعرفين على جميع النقاط الأساسية في التخطيط نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا علشان الإنسان يتبنى التفكير الإيجابي أو نمط الحياة الإيجابية اللي تكلمنا عنها لأن قلنا الإيجابية هي أسلوب حياة لا بد أن يكون عنده خطة في حياته يعرف أهو أصلا وين ما اتجه وسبحان الله التخطيط من كثير ما هو مهم يعني فيه آيات كثيرة من القرآن الكريم تبرز أهمية التخطيط وحتى فيه بالسيرة النبوية فيها دلالات كثيرة وقصص واقعية تتكلم عن أهمية التخطيط لا يسعى أن نتكلم عنها اليوم فالتخطيط مهم مو بس علشان واحد يعرف وين ما اتجه أو علشان يكون واحد إيجابي أو علشان تزيد تقته في نفسه مهم أيضا علشان يخلق لنا التوازن في حياتنا إحنا يا ما ضيعنا على أهلنا أو ما قاعدنا معهم أو مثلا ما قاعدنا مع ربيعاتنا أو مع حتى حياتنا أو مع استجمامنا مع نفسنا بس أننا إحنا ما قاعدنا نوازن أو ما قاعدنا نعطي كل الشخص حقه لأنه ما كانت عندنا خطة مسبقة منظمة فيها أهداف كل يوم شو لازم نسوي شو نواشر عندنا إلى آخرين لأن اليوم الواحد يروح من عمر الإنسان لا يرجع فبالتالي أنا كلما أخاطط اليوم بطريقة صحيحة بنهاية اليوم أو قبل ما أنام لما أكون خلاص على وساتي أعرف أنا ممكن شو وصلت في نهاية اليوم هل وصلت لأهدافي اللي أنا حطيتها فبالي شو اللي طلعت فيه من هذا اليوم بالله فبالتالي إن كلما خطط جيدا لهذا اليوم كلما أنا طلعت بأهداف ولا وبسيطة من خلال يومي هذا نعم وهذا الأهداف البسيطة أصلا هي راح تصنع الفرق الكبير عملا لنا إحنا ما نستهون أو ما نستصغر الأمور البسيطة لأنه يوم من أيام راح تكبر صحيح فأهمية التخطيط وليش نحتاجها؟ أول شي راح يخفف عننا الضغط والتوتر النفسي ليش؟ لأن أنت لما تقومين الصبح تعارفين أنت لوين متجها؟ تعارفين شو رازم تسويين؟ فأهمية التخطيط أول شي خفف عننا التوتر والضغط النفسي بدالما نكون نحن عايشين حياة روتينية مو عارفين إحنا وين متجين في حياتنا هذا راح يعطينا دافع راح يعطينا حافز لنا نشتغل ونسعى لتحقيق أحلامنا أيضا راح يزيد ثقتنا في نفسنا لأننا عارفين وعندنا رؤية محددة وقلنا عشان إنسان يكون واثق بنفسه لا بد أن يكون عنده أهداف يسعى لها أيضا راح يخلينا نشتغل ونعمل بذكاء مو بس راح نعمل بوقت إضافي أو مجهود يطلب لنا وقت طويل أو إحنا مجرد بس نشتغل بالضبط لأن حتى مريم في مبدأ يسمونه الباريتو برينسبل مبدأ الباريتو هذا عبارة عن عشرين ثمانين يعني عشرين بالمئة هي الأسباب اللي راح تأدي إلى ثمانين بالمئة من النتائج فهذه العشرين بالمئة من الأسباب عبارة عن التخطيط إذا أنت خطت صح ودققت صح في هذه العشرين بالمئة إن شاء الله راح تحقق هذه الثمانين بالمئة اللي أنت تبيها طيب حنان إحنا لما نتكلم عن التخطيط هل التخطيط لوقت معين في حياتي أنا متى أبل أخطط لحياتي هل في تخطيط لمستقبلي أو حياتي بشكل عام وتخطيط يومي نعم أو يعني هل في أنواع للتخطيط أنا لا بد أني أخطط يوميا لحياتي أو هي خطة كبيرة أنا أحطها لنفسي بالتالي أفصلها يوميا شو ممكن أن أسوي بالضبط كمين مثل اللي قلت إحنا أي خطة استراتيجية سواء كانت حق المؤسسة أو كانت خطة شخصية حقنا إحنا تحتاج إلى تحديد الرؤية تحتاج إلى كتابة الرسالة تحتاج أن إحنا نحلل الفجوة اللي إحنا شو نطمح لنوصلها وإحنا الوضع الحالي نحتاج أن نحلل هذه الفجوة بين إحنا ما نطمح أن نصلها أن نصلها وأيضا ما بين الوضع الحالي اللي إحنا فيه حاليا نحتاج نضع القيم الأساسية اللي إحنا نؤمن فيها ونحتاج بعد منحدد الأهداف في حياتنا فما في وقت محدد كثر ما أن كل ما سويته أبتشر كل ما كان أفضل لك يعني الوقت اللي أنت تكتشف أنت شنو تحب شن موهبة اللي تحبها الوقت اللي أنت تتخرج من المدرسة خنقول هذا الوقت اللي أنت تضع لك خطة ممكن تكون على مدى خمس سنين عشر سنين عشرين سنة إذا أنت عندك رؤية تقدر بعدين تقسم هذه الأهداف الكبيرة اللي أنت تحدثها إلى أهداف صغيرة يومية أو شهرية ولكن هذه الخطة بمجملها قابلة للتغيير مرنة على حسب حياتي وتغير حياتي بالضبط الإنسان يمور أصلا في تغيرات يومية إذا حطينا خطة وبس التزمنا فيها وإذا صار أي تغير بسيط رح نحس في أحباط أن أنا مو قد هذه الخطة أو أنا مو قد هذا الأهداف فمهم جدا الإنسان أصلا يضع أهداف وهو قادر على تحقيقها علشان شدي لازم الخطة تكون يا أنا قبلك تسوي صراع خطة كل خمس سنين بس شفت أن هذا الموضوع متعب بالنسبة لي لأن لما تشوف لوحة الأهداف اللي تكلمنا عنها لما تشوف أن فيه وائد أهداف أنا حاطتها أحس أنها صعبة بس لما هي أقسمها على كل يوم أحس أنها والله سهل هذه الأمور البسيطة اللي أنا كل يوم قادر أسويها بتوديني أخر شيء أو بتوصلني إلى الهدف الكبير اللي أنا أسعاده جميل يعني هذه لوحة الأهداف حين لازم لا نستغن عنها شيء أساسي في حياتنا شيء أساسي جدا يعني اللي مش يعني اللي ما بادر في هذا الشيء خي يبادر خي يحاول ممكن ما مقتنع لنا أنا أوكي ممكن أسجل في منوطة خارجية أو غيرها لكن ما تحط لوحة بالفعل وتكون دايماً أمام عينك أنت رايح راجع عليها أنت مش بس تتعود عليها أنت تزرعها في عقلك الباطن أكيد تعلمت حلاً صح ما شاء الله فتزرعها في عقلك الباطن فبالتالي أنت خلاص عوت نفسك أنا راح أصل لها شيء فتلقائياً أنت تشتغل نعم وأنت ممكن مبحث أكيد أكيد مثل ما يعني تقول الحكمة مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة فخطوتك الأولى الحين أنك تحدد خطة لحياتك كيف تحدد خطة وكيف تكتشف رؤيتك أنت في الحياة وكيف تكتشف رسالتك في البداية لازม نعرف ما عدت الرؤية الرؤية هي الحالة الزهنية اللي أنت رسمت في بالك عن صورتك المستقبلية أنت وين تشوف نفسك بعد خمس سنين وين تشوف نفسك بعد عشر سنين وين تشوف نفسك بعد خمسة عشر سنة فهذه الصورة اللي أنت رسمتها أبدأ الحين شوي شوي أعرف شنو مواصفات الرؤية أبدأ أكتبها حطها في القلم وحطها على ورقة جدامك مثل ما قلنا لازم تكون رؤيتك ملهمة مؤثرة لازم فيها كلمات تحفيزية تلامس قلبك وتخاطبك مباشرة عشان تتحفز لازم تكون في الوضع الحالي الحاضر أن أكون كذا 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 أن أساهم أن أنشر لازم يكون فيها بعد نوع من الميزة التنافسية أن أكون مثلا من الرواد في المجال الفناني أن أحقق النجومية في واحد اثنين ثلاث ولازم يكون فيها بعد المكانة مستهدفة تبوني يكون على مستوى العالم على مستوى الشرق الأوسط على مستوى الوطن العربي فكل هذه الأمور هي مواصفات رؤيتنا حلو جميل أيضا رؤية مهمة إذا الواحد يخطط لحياته وما يحط الرؤية يعني ممكن هو شال جزء أساسي من الخطة بالضبط بالضبط لنا أول شيء أنت تبدو في الرؤية إذا رؤيتك كانت واضحة جدامك اللي تحت كلها رح يكون سائل رح ينبني عليها رح ينبني عليها ذكرتي شيء جدا مهم حنان القيم اللي لابد أنها تكون في الخطة أكيد فيه قيم في ممكن حتى مبادئ أنا ممكن أحطها في خطتي اللي هي رح ترسم شخصيتي بعد كم من سنة صحيح صحيح فأهمية أن تكون فيه قيم في الخطة من دون قيم أنت ما تقدر أصلا تنجز أي شيء من دون قيم ما رح يكون عندك سبب داعم أساسي تخليك تحقق هذه الأهداف أنا ليش أبي أحقق هذه الأهداف وأنا أصلا كيف رح أحقق إذا أنا ما عندي مثلا قيمة الخلاص في العمل صحيح أو ما عندي قيمة الاحترام أو ما عندي قيمة مثلا التطور أو التعليم المستمر فهذه القيم إيه أصلا اللي رح تدعمك إيه اللي رح أتمثلك أنت كشخصية كإنسان لما تشوف هذه القيم سواء مرد في أي مشكلة مرد في أي ضرف رح تتذكر منه أنت رح تتذكر المبادئ اللي أنت عايش عليها وبالتالي رح تسترجع ذكرياتك ورح تسعى للعمل من أول يديد جميل يعني في الخطة إذا بنتكلم أنا مثلا يوميا أمشي على خطة معينة أنا رأس متهنة نفسي بعد فترة معينة كيف أنا أعرف أنا وين وصلت من هذه الخطة وين أنا موجودة حاليا كيف أقيم نفسي حنان جميل هنا عندنا يكون في مؤشرات أداء وهذه أيضا من عناصر الخطة الاستراتيجية أن يكون عندنا مؤشرات نقدر نقيس أو يعني نقيس نتسنة نعم نقيم الهدف اللي سوينا طبعا على حسب بناء على الهدف اللي انتحطتي مثلا أنا أبي أقرأ كتاب كل خمس الشهور أو مثلا أبي أقرأ كل خمس الشهور وايد أبي أقرأ كتابين مثلا في الشهر وكل يوم أبي أقرأ ثلاث صفحات فأنت يوم تين آخر شهر وتقيمين تشوفين هل أنت الصج قريتي ثلاث صفحات في اليوم هل أنت فعلا خلصتي هذا الكتابين فبناء على الأهداف اللي انت حددتها الأهداف المحددة رح تعرفين أنت وين وصلت جدول في نماذج كثيرة تقدرين استخدامينها حلو يعني بها الطريقة راح أسهل على نفسي الكثير أنا قاعدة أنا واضحة مع نفسي يعني بكون في هذه الخطة اللي راح أضعها نفسي راح أعرف أنا وين وصلت في حياتي أنا شو قاعدة أسوي أنا وين ماشي الطريق اللي أنا ماشي فيه يعني أحيانا ممكن إحنا بدون هذه الخطة ممكن نمشي نمشي وقعنا عدي أيام من حياتنا ولكن إحنا يمكن ننجز فيها ولكن مش بالشكل المطلوب اللي إحنا ممكن نعطي فيه أكثر بالضبط فكل ما رتبنا حياتنا وكل ما كنا ونظمين راح نوصل للشي اللي نظاب بيمكن بوقت أقل بالضبط من ما لو أنا مشيت بالبركة مثل ما أقول بدون ما أني أخطط بالضبط في ناس على فكرة عندهم أهداف بس ما عندهم رؤية ففي حالة تعبوا أو ملوا أو حققوا زين الحين وبعدين لأن ما عندهم كان شيء أساسي يبنون عليه صحيح فرؤيتنا مويد مهمة يعني هذا من أكثر المشاريع للإنسان لازم يستثمر كل وقته كل جهده كل ماله علشان هالشي فيه ناس يقولون والله هذه الدورة وايد غالية لما رح أروح لها معنا هذه الدورة رح تساعدك رح تخليك تحدد مسارك رح تخليك تحدد أهدافك كيف تستخسر على نفسك موضوع مهم اللي هو مشروع حياتك هذا مشروع حياة أنت قاعد تبني فهذه الدورات وحتى مخالطتك أنت مع أشخاص صبقوك في الخبرة هذا جدا جدا مهم يعني أنا بصراحة وأيضا رح تختصر عليه وقت من عمرك يعني كل يوم يمر من عمرك هذا بالنسبة لي أنا إذا ما استثمرت بالشيء المفيد بالنسبة لي أنا عبارةها خسارة يوم من عمرك بالضبطل التخطيط السليم رح ينقذنا من وائد أمور رح ينقذنا من أيام ممكن نضيع علينا إذا إحنا خططنا صح وكانت خططنا سليمة أو واضحة جدامنا ممكن حتى الأمور اللي كنا نحققها في عشر سنين نحققها في خمس سنين بس أنا كانت خططنا سليمة وهنا وقت بعد أننا إحنا ممكن نتعامل ترى مع استشاريين مختصين في هذا المجال يساعدونا مو غلط يعني أنا أحب صراحة بما أن أنا هني وعندي هذا الفرصة اليوم أشكر كل شخص ساعدني في بناء رؤيتي وبناء رسالتي في الحياة لأنه ما في إنسان ينجح بروحها ونحن بالمقابل نحن أيضا نشكرتنا بالفعل يعني ما شاء الله إحنا موقعك على موقع يعني مثلا موقع الإنستغرام أو حسابك في الإنستغرام عفوا ملهم جدا لمختلف يعني شرائح بسيط يوجه يعني ندير نقول نصائح مهمة في حياتنا أنا ممكن ما أكون واعية لها ولكن بالفعل أنا جدا أستفيد منها فمثل ما أنت شوفين تستفيدين من الآخرين أيضا نحن نستفيد منكم بسلمين والله يا طيش العافي ما نقصرتي صدقيني مري ما في إنسان يوصل بروحها يعني لو كانت كلمة حد علق عليه مثلا في الكومنتات في إنستغرام على ما قال أنا حطيتها هذه الكلمة رح تحفزني رح تدعمني أني أنا أريد أعطي أكثر وأكثر وأكثر أريد أجدد مثلا من أهدافي أريد أجدد من الخطة اللي أنا حطيتها اللي أنا حطيتها أريد أغير بس علشان أنا بأعطي مثلا اقتراح معين فكرة يديدة يعني ما في إنسان هو عايش بروحه من عزل صح إحنا تواصلنا مع الآخرين وهذه العلاقات الاجتماعية أهي لتبنينا فكل شخص كان سبب في إن أنا اليوم أكون قادة هنا فأحب أشكر الجميع حلو حنان هذا الكلام كله يعني يخلي الواحد يعرف كيف يخطط لحياته يمكن في شغلات إحنا نغفل عنها ولكن حلو أن الواحد يتنبه لها أيضا كيف الواحد إذا بيكتشف نفسه أو بيكتشف رؤيته أنا لما بحط هذا المخاطط لحياتي أكيد في رؤية لابد أن أحطها بس أنا ممكن مش فهمة أنا يعني مش عارفة كيف أوصل لهذه الرؤية كيف أصيغها كيف أحطها فبالتالي أنا عشان أختصر على عمري جهد ووقت نعم سؤالة جدا مهم مريم وبصراحة هذا الموضوع ياخذ وايد يعني موضوع مفصل موضوع يعني ما بقول لك وايد صعب لكن يحتاج وقت يحتاج جهد عشان نكون واقعين إحنا بعد مثلا ممكن الإنسان يخصص وقت بينه وبين نفسه يكون مع نفسه يشوف وهو شنو كان يمارس لما كان صغير وكان هذي الأمور تسعده شنو كان أشطر شي فيه مثلا شنو كانت أفضل مادة بالنسبة له في المدرسة شنو الموضوع اللي كان لما إي مارس من هواية من موهبة الناس كانت تثني عليه أو هو كان يحس في سعادة أو مثلا شغلة حتى لهو تعبان يحب يسويها لا بد أن الإنسان عند الشغلة يحبها الحيث حنان شوفين تذكرين بالأشياء الطفولية اللي كنا نسويها والضحك كنا شياطين ولكن كثر ما كنا شياطين لكن مواقفنا كانت بالفعل يعني مواقف نسويها عبراءتنا ولكن هي كان مواقف صحي يعني نسويها بشطانة ويلازعونا عليها ولكن بالتالي حن نسوي مواقف يعني يمكن لها سبب لها سبب ومش إنها مواقف مثل ما نقول أي مواقف ما لها معنى بضب بضب لها سبب وانتي حتى لما تكونين شيطان مثلا وانتي وصغيرة الأمور اللي انتي قاعدة تخاربينها أو اللي انتي قاعدة تلعبين معا تحكي شخصيتش مثلا أنا اختي لصغيرة اللي حين ما شاء الله عمر 21 كانت تلعب مكياج والوالدة وايد فالحين ما شاء الله صارت ميك أب آرتس فمن أي وصغيرة مثلا أخوي كان يحب السيارات أول ما حديب لهدية يفتح كل شيء يعني ويحب إنه مرة أنا يرد يركب هذه السيارة فهو حين مهندس فسبحان الله أنا كنت أمسك المشط مثلا وتكلم جدام نمرايا فأنا الحين أحب المواضيع الإعلامية فكل إنسان عنده شغلة يحبها فلا بد أن يشوف أنت شنو تحب مو في إنسان ما يحب شاء الله صحيح هذا الأمور اللي أنت تحبها هذه الأمور اللي أنت تحبها هني تقدر تبني عليها توظفها في مخاططك بضبط بضبط فيهم اختبارات شخصية لواحد ممكن يعني يسويها أونلاين تكون موجودة الدورات تدريبية وايدة تفيد اختلاطك أنت مع الأشخاص اللي صبقوك بالخبرة اللي أوردي ناجحين وأكبر منك بوايد حتى لو 20-30 سنة اختلط معاهم صحيح يعني أنا ما كنت أبدا في حياتي أتصور أن أنا ممكن أكون مثلا مدربة أو محاضرة لماذا؟ لأما صار لي موقف في يوم من الأيام لما تخرش من الجامعة القصة الكل يعرفها اللي كتبت في كتابي تخرش من الجامعة مرت سنتين وما حصلت على وظيفة هني صار عندي وقت فراغ ووقتي فراغ حبيت أني استثمر في شي مفيد لأنني كنت ويد مكتبة بصراحة فهني يا موضوع الكتابة تذكرت من أنا وصغيرة كان عندي مواقع كنت أحب البلوغات كنت أحب أكتب مقالات إنسانية أو تطوير الذات فهذه المقالات حولت إلى يوتيوب في هذه الفترة كلها صورت خلال تقريبا سنتين عرفت أنه أنا والله عندي حب لنشر العلم عندي حب للآخرين إني دخلت في دورات تدريبية مع هذه الدورات تدريبية تعرفت على المدربين اللي كانوا يساعدوني أحدد بالضبط رؤيتي بالضبط كيف أكتب رسالتي شنو هي الصيغة المحددة كيف حتى أحط لي مؤشرات أداء تقيس الأهداف اللي أنا سويتها فسبحان وثلاث أربع سنين ليه ما أنا الحين عرفت أوكي نوعا ما أنا وين متجع ثلاث أربع سنين خذاني بس خلال هالثلاث أربع سنين ما كنت أستثنى كنتي منجزة كل يوم كنت أحاول أسوي حتى لو الشغلة بسيطة لماذا هذا في حين واحد تكلم عن نفسها بس لأنه خذاني وقتني أنا أكتشف صراحة نفسي هذه تجربة ما بي ناس يعني تقول إذا أنا أنا ما أعرف نفسي أو أنا ما أعرف شنو أحب أنت على الأقل ابدا في شغلة شغلة بسيطة إذا بدأت لها تشتح لك أواب تاني بالضبط حتى بتشوف الناس رح يونك أو ما رح يساعدونك يعني أنا من أول ما بديت أحط مثلا مقالات تطوير الذات في السوشال ميديا هم الناس اللي عندهم نفس اهتماماتي كانوا هم يضيفوني لم تكلموا ما استفيد منهم بس سبحان الله أنت لما تبدي بتشوف الكيل حولك صح جميل يمكن أيضا نقطة مهمة بعد حنان لهي بعض الأشخاص أوكي أنا وضعتم وأخطط لنفسي وممكن بادي طبعا تخطط مش فقط لأننا نخطط في حياتنا أخطط لكل شيء في حياتنا يعني ممكن أن أخطط لمشروعي أخطط لدراسة معينة فمبدأ التخطيط بحيث ذاته في بعض الأشخاص مجرد أن يخطط لمشروع معين لكن يخاف أن يبدأ في هذا المشروع يخاف أن يتجرأ ويبدأ خطوة فيه فكيف أنا حطيت المخطط كيف أنا أبدأ فيه كيف أنا أمشي فيه كيف أشجع نفسي أني أمشي في هذا المخطط سواء كان كمشروع أو كتخطيط لحياتي أكيد أكيد هذه الإشكالي اللي عندنا ياكل لنا الموضوع التردد لكن في موضوع أنا أحب أسوي إذا حست نفسي قاعدة مثلاً أسوف إذا قاعدة مثلاً أتأخر عن عملي أتذكر النتيجة إذا أدخل النتيجة النهائية إذا أنا حققت كيف أحس إذا أنا ما حققت أحس في ندم فأنا لأني أحب نفسي لأني أريد أن أحمي نفسي من هذه المشاعر السلبية الندم لماذا لا أبدأ فيها؟ صح يصير اللي يصير المهم مني أبدأ المهم مني أكتشف المهم مني أتعلم ليش لا؟ جميل هذه الطاقة الإيجابية اللي تكون في الشخص كيف يحفز نفسه موضوع جداً جميل حنان طبعاً إحنا في هذه الفقرة نحاول ناخذ منجر كثير نستنزف الله يسميكم فساعدين حنان في هذه الفقرة وأكيد راح تكون لنا مواضيع كثيرة في الحلقات القادمة وأكيد أيضاً مشاهدين ينتظرون مننا هذه الفقرة مثل ما أنا أنتظرها بالفعل وتعلمت الكثير من وجودت معنا حنان حبيبتي والله يشرفني شكراً لك وأكيد مشاهدين راح نختم حلقتنا لهذا اليوم بهذه الإيجابية وأكيد نقول لكم دوم التخطيط السليم للحياة راح يختصر عليكم الكثير من الوقت والجهد فحطوا هذا التخطيط وأيضاً أهم شيء مثل ما قلت لنا مدربة حنان الرؤية مهمة جداً فمشاهدين في نهاية حلقتنا نقول لكم إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في حلقتنا وفي مواضيعنا نشوفكم الحلقة القادمة وتابعونا ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة